اهلا ومرحبا بيكو في فيديو جديد النهاردة هنتكلم على موازين السيور موازين السيور الفيديو ده هو رقم واحد في اثنين فيديو بيتكلموا على الموازين الديناميكية الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون عن موازين الاواديس او الهوبر سكيل النهاردة هنتكلم على السيور تشتغل ازاي التطبيقات بتاعتها او بنتحكم فيها ازاي اول حاجة بنستخدمها فين؟ اول استخدام لما بيكون عندك مكان الف الى مكان تاني به وانت عايز تشوف كم طن اتنقله من مكان واحد الى مكان رقم اثنين الحاجة التانية ان احنا بنشوف معدل السرعين الفلوريت كم كيلو جرام او كم طن في الساعة ونقدر نتحكم فيه الحاجة التالتة اللي ستستخدم فيها هي بنقيس الجودة يعني زي اللي ما بقولوا عليه اللي هو ويت تشك فطبعا لو انت عندك صوامع لمطحن عادة بتبقى اواديس او او برسكيل لكن في بعض الاحيان بتكون سيور احنا هنتكلم برضو على السيور اللي هي بتتنقل بقى من مصنع لمصنع ده كان مصنع الكوك اللي في حلوان وقدام منه مصنع الحديد والصلب كان الفحم دايما بتتنقل من المصنع اللي هو الكوك لمصنع الحديد والصلب عن طريق سيور وطبعا كان لازم تبقى عارف قد ايه كم طن بتتنقله من المكان ده للمكان ده استخدام ثاني كان زي مثلا شركات الاسمنت بيبقى عندك محاجر والمحاجر دي تنقل للمصنع فانت عايز تعرف بتنقل لها كان طن وفي نفس الوقت برضو ممكن تتحكم فيه المعدل اللي معدي في السيور دي اذا كان بخش في بتعمله تخزين فغير برضو لما بخش في التصنيم مباشرة فاول حاجة بنعملها انت عندك سير السير ده بنقيس الفلوريت اللي عليها حنتشوف دلوقتي ازاي لكن بتقيس الفلوريت وبتبعد اشارة تتحكم فيه سرعة المطور اللي بيدور السير طبعا ممكن يكون مطور واحد ممكن يكون عدة مواتير الحاجة التانية لما بيكون عندك فيه حاجات كتيرة زي مثلا المنظفات الصناعية فبيبقى عندك مواد بتتخلط مع بعضها كلها باودر فبيبقى عندك مثلا بالنسبة تلاتة وبتحط الاضافات واحد او نص او رب فانت بتشوف الفلوريت اللي ماشي على سير وبعدين بتتحكم في الفلوريت اللي جاي من السير التاني والاتنين بينزلوا على سير واحد وبعد كده يروحوا خط التعبئة نبتدي نبص على اي سير تكوينه ازاي مبدأ اي سير عبارة عن عندك سير السير ده بيبقى من الكويتش او من مواد بلاستيكية او من حاجات حديد وبيبقى عندك مطور للإدارة مع جيربوكس والدراما الاورانية دي بتبقى اللي هي القائد او اللي هو بسموه هد والاخير ده بيسموه تيل وفي النص بنسميهم الدرافيل دول اللي هو السيلندرات دي اللي هي الدرافيل زي ما انت شايف الاولان كان عدل لكن البقين كلهم على شكل حرف V بعد كده بيبقى عندك فيه مجموعة درافيل للشد السير عشان تضمن ان السير بتاعك مجدود وبعدين كمان فيه حاجات تانية بتضمن توجيه السير علشان ما يقعش من على الدرافيل بتاعتك فيه بيبقى اكتر من طريقة لضمانه انه يكون متوسطا او في نص الدرافيل بتاعتك وفي نفس الوقت بيبقى عندك limit switches بتبقى لو السير ده تحرك اكتر من اللازم ولمس limit switch السير كله بيقع طيب هنبتدي بقى نبص على حاجة تانية بالنسبة للسير ده اللي هو بتاع الشيكويت ده ساعات بيبقى الميزان بتاعي هو ان انا بوزن السير باللي فيه كله فالسير اللي فيه كله ممكن يبقى وزنه خمسين كيلو او ميت كيلو الحاجة اللي انت بتوزنها ممكن تبقى جرامات سبعين جرام تمانين جرام ميت جرام رابع كيلو فطبعا مش معقول هتجيب خلايا تشيل الميزان ده كله الميت كيلو وفي نفس الوقت تشوف الحاجة اللي هي عليه اللي هي سبعين جرام وتبقى ايه شغالة بخمسة جرام فوق او خمسة جرام تحت في الحالة دي بيعملوا ايه بيجيبوا جزء ميكانيكي جزء ميكانيكي ده بيعادل وزن المسير كله اللي موجود فبيبقى انت عندك هنا حاجة بتكافئ الميت كيلو وبعدين يبقى الخلية بتحتك بس هي بتشيل الفرق ما بين وزن اللي انت عادلته واللي هو الحاجة اللي ركبة عليه يبقى هنا في جزء ميكانيكي روافع وفي جزء عندي بيعادل وزن الميزان ككل وبيبقى بس الخلية بتشوف اللي فوق الميزان فقط لغير الموازين بقى اللي بتركب فيه السيورة عادية بتبقى على الدرفيل نفسه ببيبقى دي عندك الدرفيل ده هنا على حرف V بيبقى عليه راكب على خليتين وبنحط هنا في النص بتاع ما بين الدرفيل العادية بتحته هنا زي ما انت شايف في اتنين درفيل اتنين درفيل دول على جزء ميكانيكي الجزء كله هو متشال على الخلايا بتاعتي وفيه درفيل قبل وفيه درفيل بعد ودول كلهم بنحطوا ما بين درفيل بتاعة السير نفسه يبقى انا عندي اما اتنين او تلاتة ركبين وبقيس الوزن بتاعه او واحدة بس وبقيس الوزن بتاعه بعد كده في عندي حاجة تانية اللي هي ايه؟ السير نفسه السير زي ما انت شايف هو عبارة عن دائرة او لوب طيب انت بيجي السيرة عندك عيدل ازاي بتخليه لوب؟ بيبقى بتقس بتجيب الحروف بتاعته وتلزه مع بعض كذا طريقة في احده منه هو بيعمل زي ستيب في ده وبعدين بتلزق الاتنين ما بعض بمكانة معينة او بتتشطف وبتلزق وفيه تاني بيبقى كليبسات الكلبس ده بيبقى على الطرفين وبيتمزق هنلاقي ان كل طريقة من الطرق دي ليها ميزة ولها عيب طبعا العيب بتاع الكليبس انه هو بيبقى طالع في الاتجاهين ووزنه مختلف عن وزن السير لان كل مكان السير بمتزم الوزن في الطول بتاعه ده يكون عندي افضل في الوزن بتاعي هنشوف اول حاجة دلوقتي في السير في حاجتين بيجيلك منه شرطين الوزن وسرعة السير هنشوفهم واحدة واحدة نشوف الوزن بنجيبه ازاي احنا قلنا ان بناخد الوزن من درفيل والدئمة واحد دئمة اكتر من درفيل فيبقى انت عندك الدرفيل دوت بياخد جزء من وزن العسير الوزن الجزء اللي بياخد هو ما بين نص المسافة ما بين ده وده الى نص المسافة ما بين ده وده طبعا بيبقى هنا ده بعيد عن الادارة وبعيد عن الديل بتاع او التيل بتاعي فيبقى المسافة اللي انا بتنزل كوزن ان افتخيلت ان ده حاجة منتظمة مية في المية يعني كأنه جايب لوح من الوزن فوق منه حيتبقى بس الوزن ما بين المسافتين دولي اللي دي لو انت جايب المجموعة دي متشال على خليتين برضو او تلاتة ولا اربعة ما تفرقش معانا يبقى اللي بتاحت هي المسافة من هنا لهنا طيب انا اللي رسمت السير هنا ما هواش مشدود اوي دايما ساعات بما منحط عليه الوزن بيبقى بياخد كيرف شوية الحقيقة ان الكيرف شوية صغيرين دول اوي لما هنشوف الرقم بتاعه ده بيبقى افضل انا بضمن ان السير لامس الدرافين يبقى اول اشارة خدتها هي الوزن على ال ال يعني الوزن على الطول المعايد لما بنيجي نبص على انا جايب لك هنا مجموعة من الموازين سيمينز وبريسيا مولن ورائس ليك والحاجات دي هتلاقيهم كلهم تقريبا حاجة يعني نفس الفكرة كلها يعني ممكن يبقى على الحرف في ده يبقى نزان ممكن يبقى على العدد مفيش مشكلة خالق لو انت شديت السير جميل جدا جدا فممكن الشد ده يخلي السير بعيد عن الدرفيل بتاع الوزن فعشان كده بنقول لو هو الشد بتاعه مفروض ما يكونش عالي اوي اوي علشان لو في عندك هنا ملي او اتنين ملي ممكن يبعد او يهرب من الدرفيل اللي عليه اللوت سيل ايه الحكاية دي السير نفسه لما بيكون ممتظم الكسافة فبيبقى انت ما بتجي توزن بتلاقيه ماشي الزيرو بتاعك تقريبا صفر لكن لو السير بتاعك فيه حتة طخينة وحتة رفيعة يعني الجودة بتاعته مش كويسة هتلاقيه طول ما هو معدي يديك وزنة الوزنة دي طبعا مش حقيقية لان هي دي كسافة السير نفسه بتتغير الحاجة التانية انك لازم تنظف السير من تحت ومن فوق علشان الزيرو فبيبقى فيه عندك حاجة بتقشط السير في النهاية بتاعته لما بيجي يلف بيفضي نضمن انه يتفضي تماما الجزء الاحمر ده الجزء اللي احنا لزقنا طرفين بتوع السير لو هو الجزء ده وزنه مختلف او استفنس بتاعه او انه هو مش مارن زبقية السير لما هيجي فوق الدرفيل ممكن يبقى ينطع من فوقه الحاجات دي اللي هتفرق معاك في الدرجة الوزن بتاعك ويبقى الوزن بتاعك مش صحيح او طيب احنا خدنا اللي الجزء الاولان اللي هو الوزن هنشو بقى دلوقتي هنقيس سرعة السير ازاي احنا عايزين نقيس سرعة اي بقى؟ احنا عايزين نقيس سرعة السطح الى اعلى اللي علي المنتج بتاعك فانا عايز اجيب السرعة بتاعتك السرعة دي بيجي من الان انا بجيب الردرفيل اللي هو النهائي اللي هو التيل او المكوت مش اللي هو فيه المتور الاخراني ده بيلف اللي السير هو اللي بيلففه فباخد نص القطر بتاعه بس نص القطر بتاعه ده لو خدته وحسبت به ده غلط لازم تاخد نص القطر وتضيف عليه تخانة بتاعت السير لان انا مهتم بالسرعة بتاعت السطح الخارجي بتاع السير مش السطح الداخلي لو انت خدت القطر بس بتاع الدرفيل يبقى هتجيب السرعة بتاعت السطح الداخلي فبيبقى النص القطر بتاعك ده هو الديامتر كطر الدرفيل زائد تخانة السير بتاعي وبقيس كام بالسرعة بتجيلي في الثانية وده اللي بديني السرعة هنشوف باللوقتي ازاي اول حاجة ممكن الناس بتجيب سويتش و بتجيب زي تيرس والليمت سويتش ده بتديك بالس فيه ناس تجيب انكودر فيه ناس بتجيب جهاز اساسا شركات دي بتبيعه لك بيبقى عبارة عن بكرة والبكرة دي بتلف على السير من فوق و بتبقى متوصلها بانكودر يديك بالسرعة بالسرعة دي اما بدخالها على ال PLC او على الميزان بتاعي او بدخالها على جهاز يطلع لي 24 ميلا امبير اللي هو بيقول لي السرعة لو انت عاوز يتحكم بس في سرعة السير ممكن تاخد ده و تدخله على PLC و يتحكم لك في سرعة السير لو انت بتجيب وزن السير يبقى لازم تدخله في ميزان الشركات بتقبعات ساعات بتبيع لك برضو حاجات تركب على الدرفيل الاخير او اللي هو التيل علشان تديك السرعة بتاعي طيب يبقى وانا عندي الاشارتين اللي موجودين الاشارة الاولى هي الوزن لكل متر اللي هي ال L دي والوزن اللي هو جيلي من الخلية فالوزن ده عبارة عن كيلو جرام لكل متر انت بتدخل الماز ده يعني ما تيجي تتشغل للجهاز بمن احد الحاجات اللي بتدخلها فيه هي المسافة دي في حاجة تانية برضو بيطلبها منك اللي هي بيسموها الكات اوف اللي هو لو السير ماشي عليه اقل من رقم معين بيعتبره فاضي ليه؟ لان زي ما قلنا فيه كسافة بتفرق شوية صغيرة وممكن يكون زي ما نشوفنا الكليبس ده بيخبط الكليبس طبعا ده يعني احنا ما بنعموهش قوي فيه حكاية السيور الا ازا كان الجزء اللي انت بتوزنه كبير قوي قوي وبالتالي السير ده ما بيفرقش معه بقى اللي هو الكليبس اللي هو الحديد بتاعك الحاجة الاولانية اللي انت جيبتها هو الوزن لكل متر هتضربه في السرع السرع هي عبارة عن ايه؟ السرع انت جبتها انت عندك كم فلس بيجيلك في السانية وعندك الكتر بتضرب الكام فلس في السانية في الكتر بيديك السبيد بتاعة السير اللي هي متر في السانية المتر في السانية ده لما تيجي انت تضربها في الوزن اللي هو وزن على متر يبقى دي وزن على متر في السرعة اللي هي متر على ثانية المتر بيروحهم على المتر يديك الكيلو جرام لكل ثانية اللي هو الفلوري معدل السرعيان فانا كده جبت كام كيلو جرام في الثانية ماشية على الميزان بتاعي اللي بيحصل ان الميزان بقى بيعمل تكامل للرقم ده يعني ايه تكامل يعني بيجي هو الثانية 0123 عمال يعد ثواني يجي في الثانية هنا اول الثانية يشوف الوزن كان اللي هو كيلو جرام في الثانية قد ايه اخر الثانية بيشوف كام ياخد المتوصد بتاعهم اراية دي مثلا كانت عشرة دي كانت 11 و 10 يبقى المتوصد عشرة ونص عشرة ونص كيلو جرام في الثانية يبقى مشيت ثانية يبقى الوزن اللي ميشي في الثانية دي هو عشرة ونص كيلو ويجمع عليه اللي بعد ويجمع عليه ثانية اللي بعد هيديك التوتل او مجموع الفلوريت اللي هو معدي عندك يبقى كده انت عرفت ازاي الميزان بيشتغل طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا ان الميزان بتاعك لو هو عدل افقي تماما مفيش مشكلة لكن لو هو ميل دي فيه خطورة هنا في لو هو ميل لان الوزن المخلية بتشوفه الرقصي عليها بس لكن لو انت بصيت هتلاقي قدي عشرة كيلو لعشرة كيلو دي جزء منها بينزل كده لعشرة كيلو للارض لكن بتحلل لجزئين جزء عايز يخلي العشرة كيلو دي تزحلق لتحت ومركبة تانية بتزق على الخلية بتاحت الدرجة زاوية الميل دي تنجيب اللي هو الكوسين او الجاتة بتاعتها وبنضربها ويديك اللي بتشوفه الوزن بايه فلو كانت عشرة كيلو العشرة دي كيلو لو هي كانت افقية مية في المية يعني درجة تلميل صف يبقى واحد واحد بعشرة بعشرة كيلو الخلية تشوف عشرة كيلو لو رفعتوا خمستاشر درجة هيتبقى تسع سبعة وتسعين من مية يبقى الخلية مش هتشوف عشرة كيلو هتقرها تسعة وستة وستين من مية تلاتين درجة هتقرى لعشرة كيلو تمانية ستة وستين الفرق من العشرة ده ايه؟ الفرق ده اللي هو بيبقى في الاتجاه النازل لتحت لو بصيت على خمسة واربعين درجة هتلاقي بيقراها بس سبعة كيلو جرام لو ستين درجة هقراها خمسة كيلو جرام المشكلة لو انت ايه غلط في درجة واحدة يعني هي اساسا كتبتها ستين وهي واحد وستين هتلاقي الفرق تلاتة في المية في الوزن لان الفرق ما بين الكوساين ستين وكوساين واحد وستين هتديك تلاتة في المية فرق في الوزن فطبعا ده هتديك خطأ كبير جدا في الميزان بتاعك الحاجة التانية المهمة اللي هي ايه؟ ان انت بتحط الميزان بتاعك فيه يعني دي مثلا الميزان بتاعي لو هو ميت اولا لازم تبعده عن البقرة دي او الدرفيل اللي هو ايه؟ اللي هو راكب فيه المطور لازم تبعده عنه تبعده كام درفيل تبعده تلات مسافات لو من صفر لعشرين درجة على الاقل تلات مسافات لو خمسة وثلاثين درجة لازم اربع مسافات فاضي يعني ايه اربع مسافات؟ يعني فيه تلات درفيل بينه وبين الدرفيل ده خمسة واربعين درجة لازم يبقى خمس مسافات فانت لازم تبعد عن البداية وتبعد عن النهاية فبيبقى مثلا فيه شركات تقولك ايه لازم يكون لو ده درفيل بتاعي عايز خمسة قبل وخمسة بعد فيه حاجات تانية شركات بتديك على حسب الشركة وحسب انت عاوز الدقة بتاعته ايه؟ لان فيه بعض الحاجات زي ما شوفنا مثلا شركة الشركة بيده فانت ده ده بيسموه تريد اللي هو تجاري يعني لازم وبيتعاير والشركة بتحسب عليه بفلوس فالدقة لازم تبقى ربع في المية او نوع اقصى حاجة نص في المية غير لو كنترول كنترول واحد واثنين في المية مش فارقة كتير يعني ما بتفرقش معانا كتير قوي الحاجات دي بتلاقيها موجودة في الكاتالوج بتاع الشركات طيب بتعمله معايرة ازاي؟ لما بتجي تعمل معايرة ليه اللي هو ميزان بتاعك اللي هو بيلت سكيل الاول حاجة بتزبط السير بتاعك مايرحلش اطمنت ان السير بتاعك ما بيرحلش اطمن على السرعة بتاعت السير بتتقري صح بعد كده بتقيس اللي هو المسافة اللي انت بتوزن فيها وبتتأكد ان الوزن بتاعك بيقرع يعني الخلايا سليمة بنشوف الخلايا سليمة ازاي بوقف بحط الوزن بتاعي العياري وبشوف هل هو بيقراها وبشوف هل السير طبعا السير اللي ببقى موقفه وشوف الخلية بطلعها خارج قد ايه احط الوزن بتاعي وشوف فرق الميلي فولت قد ايه وهل هو بيتناسب مع الوزن بتاعي ولا لا بعد كده بشوف الاسلوب بتاع الميزان بتاعي هل هو افق تماما معووج عدل اشوف البرامترز كلها اللي هي الدرفير دخانة بتاعت السيكليز بتاعه الكاتوف بتاعي قد ايه اللي هو اقل منه الميزان ما يجمعش واقل سرعة لو سرعة قلت عن حد معين يقول انه الميزان واقف لان ممكن السرعة دي تتبطأ فانت عايز برضو سرعة لو قلت عن حد معين يعتبر ان الميزان واقف لانه هو بيستني بلس فبيعرف الميزان سرعته ايه بياخد بلس واللي بعديها وشوف المسافة بين الاتنين بلس دول قد ايه يبقى ده الميزان سرعته لها كان بلس في الثانية فنفترض ان البلس جات والتانية ما جاتش هيفضل مستنيها فهو بيستنيها المسلا ثانية سانيتين تلات اربعة اللي هي ايه بيقول ان دي السرعة بتاعته يبقى الميزان واقف او السر واقف ببتدي ما يجمعش وإلا حيجمع اي حاجة وقف عليه يعني هو لو عليه شوية منتج وهو الميزان واقف هتلاقيه بيجمع لكو في نفس الوقت السر واقف بعد كده بتحط عليه بعد ما عالت الحاجات دي اكدت ان ترامترز كلها الحاجات اللي مدخلها في الميزان اللي هي صحيحة بتحط الميزان الوزنة العارية وتشوفوا بيقرأ قد ايه يجمع قد ايه بتعمل STOP TIMER STOP WATCH وتشوفوا بتصفروا وتشوفوا بتده يقرأ وتشوفوا بيقرأ تشوفوا الوزنte قد ايه تشوفوا حتى مش ضرورة تصفروا وتشوفوا بس الوزنة مع ال STOP WATCH وبعدين تشوفوا مع ال STOP WATCH توقفها وتشوفوا الوزنة بفرق التاني وتشوفوا بيقرأ صح ولا غالب يمكن فيه شركات زي مثلا سيمينز عندهم كتالوج حلو جدا جدا للموازين وبيدوك مثلا برضو معلومات على الكونفير لو انت حتشغله فيه تريد او اللي هو يعني مقايدة او بيع وشرة ايه هي الشروط مثلا هنا بيقولك ميزيتش عن تلتمية متر وميقلش عن اتناشر متر يعني لها شروط طبعا كل بلد بيبقى لها شروط وطبعا برضو ساعت بنعمل معاهرة بطريقة لطيفة جدا ان بنخلي السير فاضي وبعدين نقوم دلقين عليه او نحط عليه مثلا خمسين متين كيلو تلتمية كيلو منتج وبنشوف ان هو اراهم قد ايه فدي برضو احد الطرق اللي احنا طبعا على حسب الشغل بتاعك ولا حسب هل هو سهل ان انا نعمل الحكاية دي ولا ما اعملش او ان انا ماشي عليه مجموعة زي مثلا كانت الصوامع والحاجات دي بنمشي اه على الاواديس او كده اه ونحطها على عربية ونروح نشوف العربية وزنها قد ايه والميزان قد ايه ويبقى كده انا كده عملت اه تشيك على الميزان بتاعي يبقى احنا كده شفنا تقريبا تلات اربع حاجات اللي هي على الموازين السيوج لو في حاجة معينة عايزين بيبنس اه بعد كده يريد حطوانك بقى اتراحها ومتعليك ورجاء الاشتراك في رجل درس وشير ونشوف ان شاء الله في البديل اللي جاي احنا نتكلم عن الاول اشتركوا في القناة